وضع اقتصادي بات على حفة الانهيار نتاج عمليات فساد وفشل تراكمت لأعوام لتصل ذروتها اليوم في ظل حديث عن عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين للأشهر القادمة تراكم سياسات الخاطئة وغياب التخطيط وسوء الإدارة والاعتماد الكبير على الاسلوب الرعي من النفط وقبل ذلك عمليات النهب والسرقة لموارد الدولة والفساد الذي ضرب أرقاما قياسية كل ذلك أوصل العراق إلى ما وصل إليه اليوم لتبلغ الأزمة ذروتها بعد انهيار أسعار النفط إثر قيام بعض الدول المنتجة بطرح زيادة في كمية النفط المصدر بأسعار مخفضة ثم جاء وباء كورونا ليعمق الأزمة فقل الطلب على النفط في السوق مع زيادة هائلة في المعروض أدى ذلك إلى انكشاف السياسة الاقتصادية الهشة التي تنتهجها الحكومة في العراق بالاعتماد بشكل كلي على موارد النفط بعد تعطيل الموارد الأخرى من زراعة وصناعة وسياحة لصالح أجندات معروفة النوايا والأهداف فموازنة الدولة التي تمثل عائدات النفط عامدها الفقري حددت استنادا إلى سعر أعلى من الأسعار التي سادت بعد الانخفاض ما يعني أن أزمة اقتصادية عاصفة بانتظار العراقيين في الأشهر القادمة ظل الحديث عن إيجاد بدائلة تساهم في ديمومة الاقتصاد إلى جانب النفط وتنويع مصادر الداخل مجرد شعارات يرددها سياسيون ومسؤولون حكوميون فشلوا في توفير الحد الأدنى من المعيشة للعراقيين وخدمة الكهرباء الأزمة المزمنة خير شاهد على ذلك على الرغم من حجم الثروة الهائلة من مخزونات الطاقة التي يمتلكها العراق سواء من النفط أو الغاز الذي ينفق عليه مبالغ طائل الاستيراده من إيران في رغبة واضحة لتخفيف الضغط عن اقتصادها المتهالك بفعل العقوبات الأمريكية ويمتلك العراق مخزونا متنوعا من الثروات غير النفط فهناك الغاز الذي توصله التوقعات إلى 280 تريليون قدم مكعب ما يؤهل العراق لاحتلال المركز الخامس عالميا فضلا عن المعادن الأخرى والمياه الوفيرة والأراضي الخصبة والمواقع الأثرية والسياحية الكثيرة لكن كل ذلك لم يشكل فارقا في ظل وجود طبقة سياسية لا تشبع حيتانها من السرقة وجوار يريد أن يبقي العراق ضعيفا مرتهنا للإرادة الخارجية